نرصد الآن تطورات الوضع في السودان مع قصف الجيش مواقع لتمركز قوات الدعم السريع الشرقي الخرطوم حسب ما أفادت مصادر محلية سودانية كما سهدف القصف مباني الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان ومحيط القيادة والقصر الجمهورية في الخرطوم هذا فيما تشهد سماء العاصمة تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع والطيران الحربي وكان الجيش قد نفذ بالأمس قصفا جويا مكثفا بالتزامن مع قصف المدفعي وثقيل وصف بأنه الأعنف على أجزاء واسعة من العاصمة للمزيد ينمأ لنا من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب إذن دعنا نرصد معك أبرز التطورات الميدانية لروسدة اليوم تحدثنا عن القصف في عدد من المناطق في العاصمة هل اقتصر الأمر على الطيران أو على القصف أم كان هناك اشتباكات ومنوشات؟ هناك اشتباكات ومنوشات مرحبا بكي وبالسادة المشاهدين يعني ما زالت التطورات تجري بآخر حديث لنا مع مصادرنا الميدانية في أمدرمان كان هناك انتشار عسكري لقوات الجيش السوداني يعني في وسط أمدرمان باتجاه من الشرق إلى الغرب ربما هذا يأتي في إطار العمليات التي تحدث عنها مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطى بانطلاق عمليات قوات العمضة الخاص والتي قامت بتمشيط العديد من الأحياء في أمدرمان كأحياء العباسية وشارع الشهيد عبدالعظيم ما يعرف سابقا باسم شارع الأربعين كان القصف أيضا قد طال مناطق في جنوبي القرطوم نتحدث عن معسكر طيبة الذي يتبع لقوات الدعم السريح هذا المعسكر الذي قصف مرارا ولكن يبدو أن تحصينه وكمية الدخائر التي يحويها من الإمداد الإسراتيجي يعني يحتم على قوات الجيش أن تقصفه مرات أخرى إذا صح لنا التعبير أن هذه الحرب عبارة عن جولات وكر وفر فإن الجيش السوداني بحسب مراقبون قد ربح الجولة الأخيرة نحن نتحدث من الهدنة الأخيرة التي تقلل تعيد الأضحى المبارك وكانت تحوي العديد من القروقات رغم الإعلان عنها بشكل أحادي من كلا الطرفين ولكن هذه الجولة كما أسلفت تحسب لقوات الجيش السوداني في تطور أيضا جديد نفت قوات الدعم السريح لبيانتها قبل ساعة تقريبا من الآن نفت اعتذائها على مستشفى الشهداء بالدروشاب الذي يقع شمال بحري نعم شكرا جزيلا لك من الخرطوم الصحفية السوداني محمد الطيب